المباراة اليوم الخميس يكون دايما مستعد ويكون على أتم استعداد في مباراة قوية الإسماعيلي منذ لحظات انتهى لقاءه أمام فريق أفسي مصر وقدر أنه يكسب واحد صف مباراة اللي قابليها كسب منافس قوي جدا مصر للمقصة وبالتالي الإسماعيلي مع الكابتن أدم الصرح دار شكله مختلف طموحاته مختلفة المجموعة اللي موجودة صغيرة في السن وبالتالي عندها هدف كبير جدا هو تحقيق إنجاز في الموسم الحالي علشان زي ما حضركم عارفين ده موسم بالنسبة لي موسم مختلف كل الفرق متقلقة فيها وموسم بالنسبة لي ملوش أي معايير وملوش أبدا أي مقيس لكن المقياس اللي أنا شايفه قدامي هو إنك تتعب وتكتهت هتكسب غير كده الموضوع هيكون صعب جدا بنشوف فرق عندها إمكانيات موجودة في آخر الجدول فرق تانية ممكن الإمكانات اللي عندها يعني ما تجيش ربع الإمكانيات اللي موجودة في فرق تانية موجودة في نص الجدول وموجودة في مراكز متقدمة ده بسبب زي ما بقول لحضراتكم العزيمة والإصرار والأجواء المحيطة بالإدارة وبالجهاز الفني طبعا الكابتن سامي أمصان زي ما شايف قال إن الكابتن سامي قاد الفريق أو قاد تدريبات الفريق الصباحية للمستبعدين من مباراة اليوم وكانت الساعة عشر الصفحة على ملعب مختار التتش اللعيبة كانت علي معلول كان موجود صالح جمعة جيرالد وعمار حمدي حسين السيد وحمد طارق سليمان ومحمد طارق ومحمد عبد المنعم دول اللعيبة اللي كانوا موجودين في تدريبات الصباحية للعيبة المستبعدين من مباراة اليوم مباراة حرس الحدود أما بالنسبة لياسر إبراهيم والشكوة اللي اشتكاها مباراة في ميران أمس وألم عضلية طبعا بعد ياسر إبراهيم على إنه يكون موجود لكن ياسر إبراهيم اتعمله برنامج تأهيلي على طول مخصص علشان يرجع ويكون جاهز قبل مباراة يوم الخميس زي ما حضراتكم عارفين الإصابات للعضلية يعني ما ينفعش إن اللاعب يتهون فيها أو اللاعب يخبي الألم اللي موجود الإصابة العضلية لو هي إجهات خفيف واللاعب سكت عليها هتقلب بشد لو لعب على الشد هتقلب بمز وزي ما حضراتكم عارفين أكبر درجات الإصابة العضلية هي الإصابة بالمز في العضلة أين كان الأمامية أو الخلفية أو الضمة أو سمانة أو أي عضلة في جسم لاعب كرة القدم وبالتالي أي لعب يشتكي من أي شيء لازم يصالح بها الجهاز الطبي والجهاز الفني علشان ما يكونش موجود ويلعب وتتحسب عليه مباراة ويكون لقدر الله مستوى غير جيد وبالتالي يتحمل هو المسئولية علشان كده ياسر إبراهيم أول محسب ألم عضلية على طول خرج وتم تجهيز برنامج تأهيل الياسر علشان إن شاء الله يعود من جديد وإن شاء الله يعني ربنا يكتب له النصيب أنه يكون موجود في المباراة يوم الخميس ويستعد ليه هو أو أي حد من زميله المصابين طيب خلصنا مع حضراتكم كده أخبار النادي الأهلي هنروح ونشوف إيه اللي مكتوب على النادي الأهلي لكن في صحف اليوم شكرا